لأبرز عنوين الصحف لليوم جمعة 19 جوليا 2024 والبداية بشأن الاقتصادي في العنوين الاقتصادية في جريدة صباح في الصفحة السادسة تحديدا تقرأ زوز عنوين العنوين الاول قفزة نوعية في صدرات تونس تعزيز خزينة الدولة بـ 32 مليار دينار في النصف الاول من سنة 2024 والعنوان الاقتصادي الثاني في الصفحة السادسة دائما في إطار اتفاقية مشتركة مع مجلس الأعمال الكوميسة منظمة الأعراف تنظم دورة تكوينية لفائدة الشركات التونسية نفقع مع العنوين الاقتصادية لكن في جريدة الشروق في الصفحة الثامنة تقرأ من أولويات تحسين منخ الاستثمار مراجعة منظومة الترخيص لتحرير الاقتصاد جريدة المغرب في صفحة 11 عنوان اقتصادي تقرأه بعنوان لأسباب محلية وعالمية تواصل الشح في عرض بعض السلع الغذائية وفي جريدة لوتون تقرأ نحو تعزيز استثمارات رومانيا في تونس نتعدى لمواضيع أخرى تتعلق دائما بالشأن الوطني في جريدة صباح في صفحة الرابعة تقرأه سحب مشروعي قانونين من البرلمان بطلب من رئيس الجمهورية طبعا مشروعي القانونين هذا ما يتعلق بامتياز استغلال المحروقات ليعرفوا بامتياز عشتروت ورحمورة جريدة لوتون في صفحة الرابعة تقرأه عدم التوافق بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الدكاتيرا في انتظار الحلول العاجلة في موضوع عنده علاقة بنفس السياق هذائية التعليم الجامعي في جريدة المغرب تقرأه تأخر الإصلاح وعدم تلأم التعليم مع حاجية سوق حينما ننتج جيلا للبطالة الشروق في صفحة 14 ذمن تحقيقاتها عنوان في عودة على الأوضاع في جبنيانا من ولاية أصفاقس اعتدوا على عوني حرس وسلبوا مواطنين وأغلقوا الطريق فارقة يعربدون في جبنيانا نتعى دول شأن القضاء في صفحة 12 من جريدة الشروق ختم الأبحاث وقريبا كشف حقيقة اغتيال الشهدين بالعيد والبرهمي الغنوشي والجهاز السري متورطان الأخبار الرياضية تقرأها في جريدة الشروق من بين عنوانها تكلفت خمسة مليارات ضجة في سفاقس بسبب الضاوية جريدة الصباح من بين عنوانها الرياضية تقرأ قرار وشيك من الفيفا كماليدير أو مهر سنوسي على رأس الهيئة التسئيرية للجامعة وفي جريدة لوطون حسب تصنيف الفيفا تونس تحتل المرتبة 41 الأخبار العالمية تقرأها في جريدة شروق من بين عنوانها تورطت فيه أوكرانيا والغرب مخطط لاغتيال بوتين وعنوان آخر في جريدة المغرب نقترحها عليكم اليوم تحت عنوان وزير الدفاع الألماني الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم تتعرض لضغوط هذه أبرز العنوين في صحفنا التونسية لليوم الجماعة 19 جوليا 2024 إن شاء الله نهاركم سين